يعد العراق من بين البلدان الأكثر تضررا من آثار التغير المناخية وبمناسبة اليوم العالمي للتعاون من أجل مكافحة التغير المناخية تسعى بلدية محافظة النجف الأشرف إلى زيادة المساحات الخضراء داخل المحافظة بواقع خمسين دونما سنويا بلدية النجف الأشرف وضعت ضمن خطتها زيادة بمقدار خمسين دونما سنويا تضاف إلى المساحات الخضراء داخل المدينة المساحات الخضراء داخل المدينة هي إنشاء متنزهات وإنشاء جزرات وسطية وتكثيف المناطق الخضراء فيها في عام 2024 بلدية النجف وضعت في خطتها إلى إنشاء ثلاثة متنزهات حيوية في حي الحسين وحي اليرموك والشريط المقابل لقرية الغدير السكنية ويدعون جفيون إلى الاهتمام بالزراعة وتكثيفها فالفلاحين هجروا أراضيهم وتحول أغلبها من زراعية إلى سكنية نتيجة هي بالدعم الحكومي لهم فضلا عن الجفاف الذي ضرب مناطقهم بسبب قلة المياه أمر جعل أكثر الأراضي تعاني التصحر للأسف العراق يعاني من أزمة حقيقية وهي أزمة التصحر اليوم مساحات خضراء انفقدت على مستوى وماكو وقفة حقيقية جدية لمعالجة التصحر اليوم نشوف الفلاح هجر مناطق الزراعية بسبب عدم توفر الدعم الحكومة إلى عدم توفر المياه المناطق الزراعية وبالتالي حولها إلى أراضي سكنية وأصبحت عبارة عن كتل خرسانية وتحاول فعاليات مجتمعية وشبابية بالإضافة إلى الجهد الحكومية إلى مكافحة التغيرات المناخية ومواجهة الجفاف المتزايد خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة من النجف الأشرف محمد الغالبي وآني نيوز ترجمة نانسي قنقر